مع اجتداد المعارك العنيفة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أكد مدير عام وزارة الصحة بالولاية إبراهيم خاطر مقتل 32 شخصاً وإصابة 110 آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء نتيجة قصف نفذته قوات الدعم السريع على المدينة الخاطر وفي تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية بحق سكان الفاشر مضيفاً أن مستشفى المدينة الجنوب يستقبل المرضى منذ بداية الحرب بصورة جيدة ولم يتوقف يوماً واحداً رغم تعرضه للقصف وبخصوص ما تداولته وسائل الإعلام عن خروج جميع المستشفيات بالمدينة عن الخدمة نفى المسؤول تلك الأخبار مشيراً إلى خروج مستشفى الأطفال عن الخدمة منذ بداية الاشتباكات بالإضافة إلى خروج مستشفى الفاشر التعليمي عن الخدمة أيضاً وتشهد مدينة الفاشر معارك ضارية بين الجيش السوداني والفصائل المسلحة المتحالفة معه من جهة وقوات الدعم السريع التي تحاول السيطرة على المدينة بعد أن سيطرت على أربع ولايات من أصل خمس في إقليم دارفور من جهة أخرى واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف إبريل نيسان 2023 بعد السابع من التوتر بين الطرفين بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً